هنبدأ الآن قراءة سفر الخروج بشكل مختصر زي ما عملنا مع سفر التكوين واحنا ما زلنا في الملزمة اللي أنا طبعتها العهد القديم كتب الشريعة وزي ما قلنا كتب الشريعة بالمصطلح الكاثوليكي هو أصفار موسى الخامسة أو التوراة طبعا سفر الخروج بشكل عام ونقسم إلى قسمين قسم تاريخي بحث بيتكلم عن سيدنا موسى من بداية وجوده في مصر وبعدين لما تولد وفرعون وربنا اختاروا للرسالة هو وأخوه هارون وبعدين خروج المصريين من مصر وانشقاق البحر الأحمر والعبور البحر والكلام ده كله ده موجود في سفر الخروج وواضح من اسمه الخروج المكسود بيه خروج اليهود من مصر خروج بني إسرائيل من مصر النصف الثاني من سفر الخروج عبارة عن تشريعات يبقى بالتالي فيه جزء تاريخي متعلق بسيدنا موسى وبسيدنا هارون وخروج بني إسرائيل من مصر وقسم آخر أو النصف الثاني من السفر بيتكلم عن التشريعات واستلام التوراة والوصايا والشرائع والأحكام والعهد مع الله والكلام ده كله طبعا فيه أجزاء كثيرة جدا ملهاش لازمة في سفر الخروج وهم كذلك اختصروها في نسخة العهد القديم لزماننا الحاضر فهنفوت على الكلام ده بسرعة لكن على كل حال عاوز أقول أن سفر الخروج سفر هام جدا جدا لأنه بيحتوي على قصة موسى عليه السلام وقصة موسى عليه السلام في القرآن الكريم أكثر قصة يعني مفرد لها مساحة في القرآن الكريم وكما قال بعض الناس كاد القرآن أن يكون لموسى يعني القرآن الكريم من كتر ما ذكر سيدنا موسى عليه السلام ومن كتر ما ذكر قصته ومن كتر ما ذكر بني إسرائيل وهكذا كأن القرآن كان هيبقى لسيدنا موسى عليه السلام لأن ذكر سيدنا موسى في القرآن كبير جدا جدا فبالتالي زي ما قلنا المقارنة ما بين القصص الكتابية والقصة القرآنية واستخراج الاختلافات استخراج الفواد الإيمانية اللي موجودة في القرآن الكريم بيان إن القرآن الكريم لم يقتبس من القصة الكتابية بيان إن القصة الكتابية مليانة إساءة لله عز وجل مليانة إساءة للأنبياء مليانة لغوي كثير جدا جدا وأمور غريبة جدا وعجيبة وخرافات وأساطير وأشياء من هذه القبيلة شكرا